أنا كان عندنا مستوقت في الحسين في الستينات جدي وأبوي وعمي ما حدش عايز يشتغل كل ميت واحد يلاقي واحد عايز يشتغل وبقى كل ما بيشتغلش أنا مبسوط بالمهنة قبل المدنة أنا بعشاقة من صغري إن خلص الفول أنا مش مسؤول وده شعار عم محمود بيقول أنا اللي هيلحقني هيكل من عندي واللي مش هيلحقني يفتر تاني يوم الحج محمود أشهر عربيت فول في الشيخ رمضان متفرع من شارع أحمد حلمي الراجل ده من بالليل الناس بتيجي تتعشق والصبح افترى عنده تعال نشوف عم محمود أقدم عربيت فول في منطقة الشيخ رمضان في شبرة مصر يلا بينا صبع الفول عم الحج محمود زي ما انت عامل ايه؟ زي صحيتها الدنيا عاملة معك يا راجل يا طي نحمد الله الحمد الله اللي معي يأكل واللي معهوش يأكل الحمد الله جلبة كتير كتير الحمد الله بتأكلهم ونا ربنا هو اللي يعلم ربنا هو اللي يعلم الحمد لله تبالك كم سنة هنا؟ من سبعة وتمانين سبعة وتمانين؟ اه والتنا صغار قوي والناس كلها بتيجي تفتر بعض الحمد لله عملت يا اسمي انت عم الحمد لله الحمد لله بتنفس المطاعم الكبير عم محمودة الحمد لله انا بيجولي من هنا بيفتح من الساعة تلتة بالليل تلتة بالليل لغاية اتنى الظهر الحمد لله طب وانت قادرت على الحكاية دي انت انت خلاص بقي جد ومشاء الله قادر على الحكاية معايا رجال الله مصلى على النبي ربنا يحميهم برضا وانا بيشتغل معاهم وقطع معاهم واجيب الخضار واجيب الفول واجيب كل حاجة الحمد لله تبتشتغل عشان محتاج ولا انت بتبقى فرحان ان الناس بتاكل علم انا مبسوط بالمهنة قبل المد انا بعشاقة من صغري انا كان عندنا مستوقت في الحسين في الستينات جدي وابوي وعمي كان عندنا مستوقت وحمام في الحسين في ظهر الحسين تلاقي شيخ اسمه الشيخ العدوي كان عندنا مستوقت كان عندنا مستوقت وحمام في الستينات انت بقى من الوقت ده وانت حبيت الحكاية انا المهنة دي قبل عن جد عندك ولاد عم حمد اه عندي الحمد لله مبسوطين ان ابوه مع الله احرابي تفهم انا عندي ابني اللهم صلى على النبي عندي دكتورة في الاسر العيني الله اكبر وعندي محمد مدرس فيزيو كيميا في عمان مهو اكبر مهو اكبر يا زم ربيت وخلفت وعلمت حمد لله هم مبسوطين بقى ان ابوه معا مبسوطين انا لما اروح البيت بيقلعوني الجزمة والشراب بسلام الحمد لله الحمد لله قولكش انا دكتورة ما عملش كده دي حبيبة قلبي دي حبيبة قلبي الحمد لله حق بيجيلك ناس ساعات يقولك معنا شناب كل ناس اسأل الحبيبي اسأل الجيران واسأل اي حد اه والله اسأل اي حد الحمد لله انا الحمد لله رحت اعملت عمري وعملت كل هاجة والحمد لله وحققت ابوي امي وامي المرحام وعمل عامل عمري وكل حاجة مش محتاجة للستر معنى ربنا ويشفيني ويشفي كله مريض بنا اديك الصحة قولينا يا محمود نصيحة من قبل اولاده الشباب اللي طالق اقولهم ايه قولة اشتغل 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 ما بيشتغلوش محدش عايش يشتغل كل ميت واحد تلاقي واحد عايز يشتغل وبقى كله ما بيشتغلش ليه ده يا عمى هو كده عايز يسهر بالليل وينم بالنهار وانت ضد الفكرة دي طبعا طبعا انا لما يكون عندي عيل زي ده بيشتغل انا اول ما يجي عندي باخد بالحض عيل الزغير ده اهو تعيعت سنة اهو في سنة سنة تبتدائي ده لو دورت في السن ده ميت عيل مش هتلاقي عيل زي ده يشتغل كله ما بيشتغلش خلاص يا حسين بتفضل روح عشان عم محمود النهارده اليوم طويل معي عم محمود قول لي لو ربنا ادانا الصحة عشرين تلاتين سنة تاني هتفضل تشتغل ولا تقولها ليح اشتغل انا ما اقدرش هنم في البيت اقدرش ده نجاس العيد ما بنابش بقعد طول كده لغاية ما اصلي الفجر وميجيليش نوع دلوقتي سندولش الفول بتاعك الناس كلها اجمعت عليه بتحط فيه بهارات ولا انت بتحط فيه منوم ولا انت بتعمل في ايه او قم بتحط لنا منقه لا لا اساس محمد المفول معمول بتحبيشة غريبة الحمد لله متحينة وتصرب الحمد لله ربنا يبارك لك عم محمود قولينا عن هناك فين عشان لو الناس عزة تيجي تاكل عندك واحد وعشرين شرع مطر الشخرى مضار واحد وعشرين شرع مطر الشخرى مضار اه الشخرى مضار حتفضطرنا النهارده على حسابك انا خدامك ازي محمد اكلنا اه لا خدامك ازي محمد اللي صلى على الحبيب صلى على النبي وعمله اللايك جميل وشير وخلي الناس تتفرج على عم محمود ويتعلموا من نصيحه ويعرفوا احلى سندوتش فول عند الرجل الطيب ده بنا يسعد وقتا دي احكى الحلوة حبيب عم محمود بشكرك جدا حبيب اسم محمود بشكرك جدا عم محمود